سبايدر مان راح يشق طريقه حلو دي يشق طريقه للجهاز بلاي ستيشن قريبا على ما يبدو والفريق اللي الشكل بيستلمه أشوف انه جدا منطقي انه يستلمه السلام عليكم لعبة سبايدر مان ممكن نشوفها قريبا على جهاز بلاي ستيشن أي شخصية سوبر هيروز أكيد نفضل انه نشوف له ألعاب تكون طريق باسمه باتمان نزلت لمجموعة من الألعاب كانت جدا رائعة للأمانة كانت شي جدا خرافية يذيق بباتمان سبايدر مان الان طلع كلامنا راح نشوف لعبة جهدة راح تنزل على جهاز البلاي ستيشن من سوني فاللعبة هذي على ما يبدو برضو السيديو راح يشتغ عليه هو السيديو داخلي من سوني وحسب كل شاعات رقائي تطلع الحين ان السيديو هذا هو السيديو الساكر بانش في بداية حنعرف انه اللي مستلمين لعبة سبايدر مان او خلنا نقول عنوان سبايدر مان للألعاب هم اكتفيجن لكن ممكن يكون عقدهم انتها و سوني اخذوها الان سيديو ساكر بانش ليش اشوف انه منطقي يستلم هذي اللعبة وخلنا نقول يستلم سبايدر مان بشكل عام لانهم سووا انفيميس كلكم اجربتوا انفيميس انفيميس عالم مفتوح بطل ينطط من مدينة 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 من عمارة العمارة بطرق مختلف على حسب السوبر باورز اللي تصير عنده يعني اذا عرف تغير قوة او منوقت الوقت فاتخيل انفيميس يكون عنده قوة سبايدر مان ويطير ويتعلق كده فاشوف انها بتكون جدا منطقية ولما فكرت فيها اتوقع ان فعلا ساكر فانش راح يكونون هم افضل من ممكن يقدم لنا لعبة سبايدر مان وبالي من اجبنا طاري سبايدر مان وهاد الاشيات راسها في عنده في جيم دوس بلاي لست خاصة بقصص السوبر هيروز وطقتهم باتمان سوبر مان ايرون مان اشي هذي كله تولد لسه زيلة في البداية فشيكوا عليها اذا عجبتكم يصير انشروها يعني كده عشان انتشجع ان نستمر فيها رابط الموجود تحت وفي انهاية كل حلقة دايما سبحان الله ومحمدك شنون الى اله الان ستغفرك واتوب اليك السلام عليكم